اشتركوا في القناة انقرة تتحدث عن لقاء ربعي يضم نواب وزراء خارجية سوريا وتركيا وإيران وروسيا في موسكو بعد يومين ودمشق تتريث بغية الحصول على ضمانات الخارجية الإيرانية تؤكد السمرار للسعدادات لعقد لقاء بين وزراء خارجيتين سعودية وإيران ورئيسي وقع مع نظره البيلاروسي اتفاقية تعاون شامل في طهران الرئيس الصيني في موسكو الأسبوع المقبل والكريملين يشيد بالاتفاق الإيراني السعودي ودوره في تشجيع الحوار وتخفيف التوتر في المنطقة مناورة عسكرية لسرايا القدس في قطاع غزة والاحتلال يفرج عن شيخ الأسرة اللواء فؤاد الشوبكي بعد 17 عاما من الاعتقال وفي الظاهرة أيضا موجزا اقتصادي مع لسار كرم مرحبا لسار مرحبا مروان في أخبار الاقتصاد في الظاهرة إفلاس مصرفين أمريكيين بايدن يتعهد حماية أموال مدعين البلسات الأوروبية تترنح والنفط يتراجع والدولار ينخفض وموجز أخبار الرياضة في الظاهرة مع الزميل مايك شالهو بيليكا مايك مرحبا علاس نتابع في موجز الرياضة ختام غير مثالي لدوري كرة القدم في لبنان إذن مشاهدين ننتقل مباشرة إلى كلمة الرئيس الأمريكي جو بايدن يجب أن يطمئنوا أن ودائعهم محمية وسيكون بإمكانهم الوصول إليها ابتداء من هذا اليوم يجب أن يتمكنوا من دفع الفواتير وأن يبقوا في العمل يمكن أن يتحمل دافع الضرائب أي خسائر أكرر لا خسائر يتحملها دافعي الضرائب المال سيأتي من الرسوم ونتيجة لإجراءات التي يقوم بها المنظمون كل أمريكي يجب أن يشعر بالثقة أن ودائعه موجودة عندما يحتاج إليها ثانيا إدارة هذه المصارف سيتم فصلها المدراء سيتم فصلهم وهؤلاء لن يبقوا في عملهم المستثمرون في البنوك لن يتمتعوا بالحماية لأنهم خاطروا وعندما لم يتحملوا في مخاطراتهم خسروا أموالهم المسائل الخاصة بكيفية وصول هذه المصارف إلى هذا الوضع يجب أن تكون هناك محاسبة لهؤلاء المسؤولين وإدارتي في إدارتي لا أحد فوق القانون وأخيرا يجب تخفيض مخاطر حدوث هذا من جديد خلال إدارة أوباما بايدن كانت هناك قيود على مصارف مثل سيليكون فالي وسيجنيتشر وأردنا التأكد أن الأزمة التي رأيناها في عام 2008 لن تحدث من جديد لسوء الحظ الإدارة السابقة انسحبت من بعض هذه المتطلبات أطلب من الكونغرس أن يعزز هذه القواعد كي يكون من غير المحتمل حدوث ما حدث مرة أخرى نريد حماية الأعمال الصغيرة الأمريكيون يمكن أن يطمئنوا أن النظام المصارف في وضع آمن ودائعهم آمنة ولن نتوقف عند هذا سنفعل كل ما هو لازم أيضا دعونا ننظر على الوضع في إطاره الأعام أحرزنا تقدما اقتصاديا في العامين الماضيين وخلقنا أكثر من 12 مليون وظيفة أكثر من أي وظائف قام بتوفيرها أي رئيس سابق وأيضا المرتبات ازدادت ورأينا أعداد غير مسبوقة من الناس يتقدمون بطلبات للبدء في أعمال صغيرة جديدة أكثر من عشرة ملايين الآن البرنامج والتقدم سيستمر وهذه هي ناجة للإجراءات السريعة التي قامت بها إدارتي حماية النظام المصارف والودائع والمكاسب التي أحرزناها سويا شكرا ورحم الله القوات إذن مشاهدين كنا مع هذه الكلمة للرئيس الأمريكي جو بايدن ونعود لسياق النشرة أعلن أو أعلن عن لقاء رباعي تركيا سوريا إيرانية وقد ذكرت الوكالة التركية الرسمية أن العاصمة الروسية موسكو ستصديف بعد غد الأربعاء اجتماعا بشان سوريا بين نواب وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران وسوريا ونقلت وكالة الأندول عن مصادر دبلوماسية تركية قولها أن نائب وزير الخارجية التركي سيترأس الوفد التركي في الاجتماع كما أن الممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا ميخايل بوغدانوف سيكون على رأس الوفد الروسي فيما يمثل إيران مسشار الشؤون السياسية لوزير الخارجية علي أصغر حجي لافيتة إلى مشاركة نائب وزير الخارجية السوري أيمن سوسان والذي وصفته الوكالة التركية بنائب وزير خارجية النظام السوري من جهة ثانية أفادت مصادر خاصة الميادين بأن دمشق تتمهل في الموافقة بانتدار الحصول على ضمانات معنا من دمشق مراسل الميادين محمد الخضر محمد بعد التحية فيما تقول الوكالة التركية الرسمية بأن موسكو ستستضيف اجتماعا رباعيا تركيا سوريا إيرانيا روسيا دمشق تقول أنها متريثة هي حتى الآن لم تحصل على ضمانات محمد ماذا في التفاصيل ما الضمانات التي تريدها دمشق مساء الخير المصادر في الخارجية بالفعل تحدثت عن أن هذا الموعد كان متفق عليه لكن هناك ضمانات تحتاجها هي لم تتحدث في الواقع هذه المصادر عن هذه الضمانات إنما إنما عدنا إلى استقبال الرئيس بشار الأسد لوزير الخارجية الإيراني مساء يوم الخميسة الماضي كان واضحا في البيان الرئاسي أن دمشق تحتاج إلى تحضيرات جيدة لهذا الاجتماع كي يكون مفيدا وواضحا ومنتجا وأيضا أكمل ذلك وزير الخارجية فيصل المقداد الذي لم يتحدث عن الذهاب من عدمه إلى هذا الاجتماع الربعي وإنما أشار إلى أولويات دمشق أولويات دمشق كما حددها هو انسحاب القوات الأجنبية غير الشرعية من شمال شرق سوريا في ذلك إشارة إلى القوات الأمريكية ومن شمال غرب سوريا وفي ذلك إشارة إلى القوات التركية هنا المعطيات تشير إلى أن دمشق بحاجة إلى ضمانات في هذا الإطار من أجل انسحاب الأتراك الكامل من كل الأراضي السورية وقف دعم المجموعات المسلحة وذلك انطلاقا أننا لا نتحدث عن خلاف وجهات نظر أو خلاف بسيط هذا خلاف معقد أساسه وجود تركي في مساحات واسعة هناك أكثر من 113 نقطة تركية موجودة في سوريا كل هذا الوجود تحتاج دمشق إلى ضمانات كي لا يصبح أمرا واقعا ويتحول هذا اللقاء فقط إلى مادة ضمن السباق الانتخابي الرئاسي المقرر في أيار المقبل في تركيا مراسل الميادين من دمشق محمد الخضر شكرا لك ومن اللقاءات السورية التركية الإيرانية الروسية المزمى عقدها إلى لقاء وزيري الخارجية السعودي والإيراني الذي يجري الإعداد له بحسب ما أعلنت الخارجية الإيرانية اليوم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أكد أن هناك لقاء قيد الإعداد بين وزيري خارجيتي السعودية وإيران وأضاف أن وزارتي خارجيتي البلدين ترتبان اللقاء والاتصال بين الوزيرين آملا أن يكون الاجتماع قريبا الاتفاق بين إيران والسعودية هو نتيجة لسنة ونصف سنة من المحادثات والمساعي في مراحل مختلفة وباستضافة دول متعددة نحن الآن في مرحلة إعادة العلاقات السياسية بين البلدين وسنشهد خلال شهرين عودة افتتاح السفارات في طهران والرياض وقنصليات البلدين وزارتاء الخارجية في إيران والسعودية تعملان على ترتيب لقاء واتصال بين وزيري الخارجية في البلدين ونأمل أن يكون هناك لقاء قريب سياسة إيران هي التوجه إلى دول الجواري وآسيا التطور الدبلوماسي المهم الأخير يمكن أن يكون له تبعات إيجابية على العلاقات الإقليمية لإيران وبقية الدول واتفاق طهران الرياض يمكن أن يحدث مع دول أخرى منها البحرين المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أكد أن بلادهم مستعدة لتبادل سجناء مع الولايات المتحدة وفق الاتفاق الجديد الذي جرى التوصل إليه بين البلدين لكنها تنتظر الحصول على ضمنات تؤكد التزام أمريكا بنوده عمليات المحادثات ما زالت مستمرة عبر الوسطاء بشأن تبادل السجناء وبقية القضايا الأخرى توصلنا في مارس الماضي لاتفاق مكتوب في هذا الملف والطرف الأمريكي أبدى موافقته في البداية لكنه قرن تنفيذ الاتفاق بعملية المحادثات النووية لاحقا نحن مستعدون لتبادل السجناء مع أمريكا باعتبار القضية إنسانية وإذا اتخذ الجانب الأمريكي خطوات واقعية فسيكون الأمر ممكنا لكن نظرا لتاريخ أمريكا في نكث العهود فإن إيران تريد الحصول على ضمنات لتأكد من التزام أمريكا بالاتفاق الجديد ونبقى في إيران حيث وقع الرئيسان الإيراني إبراهيم رئيسي والبلاروسي أليكسندر لوكاشينكو اتفاقيات تعاون شامل بين البلدين وذلك خلال محادثاتهما في طهران وتنص الاتفاقيات المشتركة للفترة الممتدة بين عامي 2013 و2026 على تطوير التعاون في مختلف المجالات ومنها الاقتصادية والسياسية والقنصلية والعلمية والتقنية إضافة إلى مجالات التعليم والثقافة والفن والإعلام والسياحة توصلنا إلى خطة شاملة للتعاون بين إيران وبلاروسيا ويمكن أن تظهر هذه الخطة ظروف العلاقة بين البلدين مستقبلا ولا سيما ضمن الرؤية الاستراتيجية المشتركة إيران وعلى الرغم من التهديدات والعقوبات تمكنت من اتخاذ خطوات مهمة في طريق التطور ونحن مستعدون لتشارك تجربتنا في هذا المجال مع بلاروسيا ونأمل أن تؤدي الاتفاقيات إلى مزيد من التعاون الثنائي والإقليمي والدولي وكان الرئيس الإيراني قد قام لضيفه البلاروسي استقبالا رسميا لوكاشينكو كان قد وصل إلى العاصمة الإيرانية بمرافقة وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى تلبية لدعوة نظيره الإيراني وأجريت له مراسم استقبال رسمي في قصر سعد أباد في طهران وتستمر زيارة الرئيس البلاروسي يومين يبحث خلالها في شبل التعاون الثنائي بين البلدين وللمزيد معنا من طهران مراسل الميادين مالك عبدة مالك أهلا وسهلا بك معنا أبدأ معك بطبيعة الحال بلقاء وزيري الخارجية السعودي والإيراني الذي يجري لعداد له بحسب ما أعلنت الخارجية الإيرانية اليوم المزيد من المعلومات والتفاصيل معك نعم ولا يعني رسميا لا توجد حتى هذه اللحظة أي معلومات مؤكدة بشأن التوقيت والمكان الذي سوف يجري فيها اللقاء ما بين وزيري خارجية إيران والسعودية وهل من المقرر أن يجري في الرياض أم أنه من المقرر أن يجري في طهران ولكن وبحسب تصريحات رسمية الصادرة من المسؤولين الإيرانيين هناك اتصال هاتفي مرتقب ومرتقب جدا بين الوزيرين ومن المعتقد أنه سوف يجري قبل تبادل افتتاح السفارتين الذي جرى الاتفاق عليه خلال فترة أقصى شهرين في الاتفاق الإيراني السعودي ولكن نحن إن نظرنا إلى تصريحات الوزير الخارجية السعودية التي أدلى بها اليوم نلاحظ أن هناك رغبة سعودية حيث قال الوزير بن فرحان بأنه يترقب ويتطلع إلى لقاء وزير الخارجية الإيراني ومن الطبيعي جدا أن يكون هناك زيارات وتبادل بين الزيارات الرسمية بين البلدين ولكن علاء اللافت اليوم في تصريح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني هو أنه قال بأنه الاتفاق الإيراني السعودي من المحتمل أن يكون هناك اتفاق آخر على غرارهما بين إيران والبحرين وبالتالي ماذا يعني هذا الأمر؟ يعني أن عقد العلاقات الإيرانية السعودية سوف يكتمل وبالتالي إيران لديها علاقات ممتازة مع عمان وعلاقات ممتازة أيضا مع قطر وعلاقات جيدة جدا مع السعودية والآن تعيد ترتيب أوراقها مع السعودية والبحرين وبالتالي سوف يكون لهذه الاتفاقيات انعكاسات إيجابية على المستويين الاقتصادي والسياسي والديبلوماسي أيضا في المنطقة وعلى العلاقات ما بين إيران ومحيطها الخليجي فيما يتعلق بمعن الحديث عن الاتفاقيات أيضا تم توقيع اتفاقيات بين إيران وبيلاروسيا إذا أمكن أن تضعنا بالمزيد عنها سيما أنه تشمل الكثير الاقتصاد السياسة العلوم التقنيات وأيضا مجالة التعليم الثقافة الفن الإعلام والسياحة ولماذا تؤسس هذه الاتفاقيات على كل الصعود ما الذي يجمع بين البلدين نعم على سياسة الانفتاح والحوار التي ينتهجها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي منذ توليها الحكم هنا في إيران يبدو أنها ماضية بقوة يعني هناك اتفاقية شاملة مع الصين مدة وخمسة وعشرين عاما تم توقيعها هناك اتفاقية مرتقبة أيضا مع روسيا في نفس هذا المجال وأيضا انضمت إيران إلى منظمة شينغهاي وأيضا هناك انضمام مرتقب إلى منظمة أو الاتحاد الأوراسي كل هذه الأمور واليوم نلاحظ أو نشاهد نتوقيع اتفاقية بين إيران وبيلاروسيا هذه الاتفاقية شاملة تأتي بعد نحو ثلاثين عاما من العلاقات الإيرانية البيلاروسية وأيضا تأتي بالمناسبة يعني بعد الإعلان عن زيادة حجم التبادل التجاري ثلاثة أضعاف ما بين إيران وبيلاروسيا خلال عام الفين واثنين وعشرين هذه الاتفاقية كما ذكرت عولا هي متعددة شاملة تغطي تقريبا جميع أقسام التعاون الثقافي العلمي التجاري الزراعي وأيضا التنقيب في المناجم والسياحي وإلى آخرين هذه الاتفاقية تتيح لإيران الحصول على أسواق جديدة تتيح لها التهرب من العقوبات الأمريكية والعقوبات الأمريكية الأحادية المفروض عليها وأيضا تتيح لبيلاروسيا توطيط علاقتها مع هذا البلد الذي يعتبر من أهم البلدان تأثيرا في المنطقة لا سيما من ناحية الطاقة والغاز والنفط الرئيسان اليوم أكد أن هناك وجهة نظر متقاربة جدا من ناحية السياسة سياسة الخارجية هناك رفض مشترك ما بين إيران وبيلاروسيا لأحادية القطب من قبل الولايات المتحدة وسياسة العقوبات التي تفرضها على الدول المستقلة وبالتالي لا بد من استغلال هذه الفرصة من أجل تعزيز التقارب والتعاون ما بين إيران وبيلاروسيا كل الشكر لك مالك عابدة مراسل الميادين كنت معنا من طهران وفي سويسرا تستمر مفاوضات الأطراف اليمنيين بإشان تبادل قسم من الأسرة والمحتجزين لدى الطرفين وأوساط حكومة عدن تتحدث عن ارتفاع أسهم إطلاق الأسرة السعوديين الستة عشر تقرير مسعاصي يومان مرة على بدء مفاوضات تبادل الأسرة بين الأطراف اليمنيين في هذا القصر الذي اختارته سلطات سويسرية في قرية نائية قرب العاصمة بيرن أجواء المفاوضات توحي بتفاؤل ولكن بشكل محدود الحاضرون هنا متفقون على مبدأ تبادل الأسرة في هذه الجولة لكن المشكلة تكمن في أعداد الذين سيطلقوا صراحهم وهي تراوح بين بضع مئات ونحو ثلاثة آلاف وهو رقب يبقى بعيدا جدا عن العدد الفعلي للأسرة والمحتجزين والمفقودين والذي يتجاوز ستة عشر ألفا ما هو مطروح على الطاولة اليوم هو عدد الفين ومائتين وثلاثة وعشرين لكن هناك بعض الأسماء بالتأكيد في عليها خلاف شديد ولكن هذا الاتفاق بما أنه قد تم التوقيع عليه مسبقا في تقديري سيكون الإفراء إذا تمت صفقة سيكون رقم كبير إذا لم يكن أكثر من ألف سيكون بالمئات ويشارك ضباط سعوديون في هذه المفاوضات لاستكمال مناقشة الإفراج عن ستة عشر أسيرا سعوديا لدى أنصار الله وهي خطوة قد تؤسس لتفاهمات شاملة في ملف تبادل الأسرة أعتقد أنه سيكون هناك الفرص أكبر لإطلاق المعتقلين السعوديين أو القنود السعوديين أكثر من غيرهم بكون الحوثيين يريدون أن يكون هناك تواصل أكبر مع السعودية وأيضا لكن لا أعتقد بأنه سيكون هناك انفراجة كبيرة في مسألات القيادات السياسية والعسكرية خاصة مثل السياسيين اليمنيين وأيضا وزير الدفاع وشقيق الرئيس السابق هادي ونقل عظم أجلس الرئاسة طارق أنه سيكون هناك انفراجة أوسعة في مقال القيادات لكن سيكون هناك ربما إطلاق صراح من الأصف الثاني من القيادات السياسية والعسكرية ويبقى الملف الشائك الذي يحول دون التوصل إلى تفاهمات شاملة هو الصعوبة في مقاربة قوائم الأسماء والخلافات الكبيرة بين الطرفين حول الأعداد الفعلية للأسرة والمعتقلين سيبقى المفاوضون اليمنيون في هذا القصر بعيدا من الأعلام حتى الثاني والعشرين من الشهر الحالي أي قبل بدء شهر رمضان المبارك موعد يأمل المبعوث الأممي أن يزف فيه لليمنيين خابرا سعيدا عبر أطلاق صراح العدد الأكبر من المحتجزين موسى عاصي من إحدى القرى القريبة من العاصمة السويسرية بيرن الميارين من المقرر أن يتوجه الرئيس الصيني تشي جين بينغ الأسبوع المقبل إلى موسكو بحسب ما ذكرت وكالة رويترز هذا في وقت أكد فيه الكراملين أن الأعلان عن الزيارات الرسمية يجري بالتنسيق بين الدول المعنية وكانت والستريت جورنال قد نقلت عن الرئيس الصيني دعوته في وقت سابق قادة دول مجلس التعاون الخليجي وإيران إلى عقد قمة في بكين الرئيس الصيني وفي كلمة له في ختام دورة مجلس الشعب كان قد ندد بتدخل الأجنبي في قضية جزيرة تايوان وأكد أن بلاده ستتصدى بحزم لهذا التدخل وستقاوم ما وصفه بالأنشطة الانفصالية الرامية إلى استقلال الجزيرة الرئيس الصيني شدد على ضرورة تعزيز الأمن القومي تعزيز القوة الدفاعية وتحذير بشأن التدخل في القضية التايوانية من أبرز مواقف الرئيس الصيني تشي جي بينك في أول خطاب له بعيد إعادة انتخابه لولاية ثالثة شيء وخلال اختتام جلسات مجلس النواب وجه رسائله إلى دول الخارج محذرا إياها من مغبة دعم الحركات الهادفة إلى استقلال تايوان ومؤكدا في الوقت نفسه ضرورة بناء جيج قوي أشبه بالسور الفولاذي يجب التمسك الصارم بمبدأ الصين الواحدة والتزام توافق عام 1992 كذلك يجب تعزيز التنمية السلمية للعلاقات بين جانبي مضيق تايوان ومعارضة التدخل الأجنبي والأنشطة الانفصالية الرامية إلى استقلال تايوان من الضروري استمرار العمل لإعادة توحيد الجزيرة مع الوطن الأم رسائل وشي لم تختلف في المضمون عن تصريحات رئيس الوزراء لي تشيونغ إذ انتقد الأخير محاولات واشنطن قمع الصين واحتواءها المواطنون على جانبي المضيق عائلة واحدة انطلاقا من مبدأ صين واحدة وتوافق عام 1992 سنواصل تعزيز التبادلات الاقتصادية والثقافية والتعاون بين جانبي المضيق ويجب أن نعزز التعاون مع الشركات التايوانية فهي قادرة أيضا على الاندماج والتطور على نحو جيد أما لجهة أهداف الحكومة للسنوات المقبلة فقد أكدت تشيونغ أهمية تعزيز الاقتصاد وضمان استقراره بغية تحقيق هدف النمو المرجوي بنسبة 5% إلى جانب تكثيف الجهود لتعزيز خطة الابتكار في المجالات كافة أهداف الحكومة الجديدة وأولوياتها كشفا عن رئيس الغزراء لي تشيونغ لتكون بذلك السنوات المقبلة مسار تعزيز نمو الاقتصاد والنهضة بالبلاد مهدي ديراني من قاعد الشعب الكبرى في بكين الميادين إلى ذلك رحب الكريملين بسناف العلاقات بين السعودية وإيران وأكد المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف أن من شأن ذلك أن يخفف من مستوى التوتر ويشجع الحوار في المنطقة بيسكوف خلال مؤتمر صحفي أشار إلى أن المنطقة تشهد وحداثا غير مستقرة وأنها بحاجة إلى تعزيز لغة الحوار فيها وخاصة عندما يتعلق الأمر باللاعبين الإقليميين الرئيسيين أو اللاعبين الإقليميين الرئيسيين السعودية وإيران إلى ذلك فإن الاتفاق الإيراني السعودي بقي محطة متابعة إسرائيلية واسعة في ظل حديث محللين في كيان الاحتلال عن تزامن الاتفاق مع مرحلة حساسة يواجهها هذا الكيان حما خلط الأوراق أمامه تقرير منال إسماعيل الاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية برعاية صينية لا يزال حاضرا بقوة في قراءات المحللين الإسرائيليين وتحليلاتهم نظرا لأهميته وانعكاساته وتبعاته على إسرائيل في مجالات متعددة وفي مقدمتها الأمن والاستراتيجية مسارعة رئيسي الحكومة الحالي والسابق بن يمين نتنياهو ويئير لابيد إلى تبادل اللكمات والاتهامات بالمسؤولية عن التقصير بشأن هذا الاتفاق كما لو أنهما مسؤولان عن رسم السياسة الخارجية للسعودية بحسب خبراء إسرائيليين تكشف عمق الغضب والتوتر الإسرائيليين من الاتفاق تلقينا صفحة من السعوديين ولا شك أن توقيع الاتفاق الإيراني السعودي ليس جيدا لإسرائيل وبشأن الاتهامات المتبادلة بين نتنياهو ولابيد وبينيت أنا لا أعتقد أنه كان لدى إسرائيل القدرة الحقيقية على تغيير ذلك إسرائيل التي أخطأت برأي معلقين في فهم المعادلة واستراتيجية المنطقة وجدت نفسها في وضع خلطت فيه الأوراق وفي نقطة تحول استراتيجية وبعيدة عن أمنيتها في تشكيل اتلاف لعزل إيران إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية عملت لبناء اتلاف يضم دولا خليجية مع السعودية لعزل إيران أما الإيرانيون الذين كانوا ينافسوننا على القلب السعودي وبمساعدة الصينيين فوضعوا إصبعا في العين واستطاعوا توسيع الفجوة وإبعاد السعوديين عن التحالف الأمريكي الإسرائيلي وهذا ليس جيدا لإسرائيل الإيرانيون انتصروا في هذه المرحلة على الأقل وبين من يتحدث في إسرائيل عن تغييرات في الوجهة السياسية للسعودية في ضوء الاتفاق مع إيران من جهة وعدم تضرر فرص التطبيع معها من جهة أخرى أجمع محللون على أن خطوة السعودية باتجاه إيران تعد دراماتيكية بل وحطمت الأدوات أيضا وأن تجد ظلا ثقيلا بدأ يخيم ويتمدد فوق استراتيجية الأمن القومي لإسرائيل في غضون ذلك كشفت وسائل علامة إسرائيلية رئيس الحكومة بنيمين نتنياهو سيحاول منع ما سمته كارثة الأزمة التشريعية من خلال التلويح بكارثة نووي الإيراني صحيفة هارتس أوضحت أن طياري سلاح الجو الإسرائيلي وهم من أكثر الفئات تأثيرا في الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو سيدعمون مهاجمة إيران وقالت الصحيفة أن أغلبهم سيجدون صعوبة بالغة في رفض الدعوة إلى أنقاذ إسرائيل من هولوكوست نووية لكنها شددت على أنه مع مرور السنين سيتبين أن إسرائيل لم تهاجم إيران وأن نتنياهو لم يدخل السجن وأن الاحتلال والأبرتايد مستمران وكان الإعلام الإسرائيلي قد نقل عن مسؤول حكومي إسرائيلي وصفه بالكبير يرافق رئيس الوزراء بنيمين نتنياهو إلى إيطاليا اتهامه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بتمويل الاحتجاجات ضد الإصلاح القضائي في تل أبيل المسؤول المقرب من نتنياهو رأى أن هذه الاحتجاجات تمول بملايين الدولارات من إدارة بايدن وأشار الإعلام الإسرائيلي أيضا إلى أن نجلة نتنياهو شارك مقالا في حسابه يزعم أن وزارة الخارجية الأمريكية تمول أحدى المجموعات المشاركة في الاحتجاجات وبالتوازي أثارت مسألة إفلاس بنوكنا أمريكية الذعرة في إسرائيل ولسيما أن هذه البنوك تدعم عشرات الشركات الإسرائيلية وقد اتهم رئيس الحكومة بنيمين نتنياهو وسائل الإعلام الإسرائيلية بإثارة الذعر بين المستوطنين بعد انهيار بنك سيليكون فالي آمل أن لا يكون الناس قد تأثر بنصائح المذعورين في وسائل الإعلام الإسرائيلية لأن من فعل ذلك لم يفعل شيء الصحيح اقتصاديا لكننا بالطبع لا نستطيع تجاهل انهيار هذا البنك سأفكر مع وزيري المالية والاقتصاد ومحافظي بنك إسرائيل فيما إذا كانت الإجراءات ضرورية أم لا لمساعدة الشركات الإسرائيلية التي تعاني من ضائقة خصوصا في السيولة النقدية بسبب انهيار بنك سيليكون فالي المزيد حول الإفلاس الذي حصل في بعض القطاع المصرفي الأمريكي في موجز الاقتصاد في ظاهرة مع الزميلة أليسار كرم مرحبا أليسار مرحبا ماروان شكرا لك أهلا بكم تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن محاسبة المسؤولين عن إفلاس مصرفي سيليكون فالي وسيجنيتشر مطمئنا الأمريكيين إلى أن ودائعهم بأمان وأكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يالين أن الحكومة تريد تجنب تأثير إفلاس بنك سيليكون فالي في بقية النظام المصرفي واستنادا إلى بيان مشترك صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيتمكن المدعون من الوصول إلى كل أموالهم بدءا من اليوم الاثنين تواصل البرصات الأوروبية تراجعها وقد تجلت اليوم أسوأ جلسة في عام على وقع مخاوف من انتشار عدوى الإفلاس في قطاعها المصرفي بعد إفلاس مصرفين أمريكيين وكان مؤشر الدولار قد تراجع أمام ست عمولات رئيسة مع تدخل سلطات الأمريكية لكبح تداعيات الانهيار المفاجئ لبنكي سيليكون فالي واسيجنيتشر من خلال إجراءات تؤكد حصول كل المدعين على أموالهم وطمأنت الحكومة إلى أن دافعي ضرائب لن يتحملوا أي خسائر وتراجعت أسعار النفط وكذلك الأسهم في مختلف البورصات العالمية على إثر إفلاس المصرفين الأمريكيين والمخاوف من اتساع الأزمة المالية وانخفضت العقود الآجلة لخام برانت دولاراً واربعة واربعين سنتاً إلى لحو واحد وثمانين دولار للبرميل الواحد كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي دولاراً واربعين سنتاً إلى خمسة وسبعين دولاراً تقريباً للبرميل ومعنا من واشنطن مدير مكتب الميادين منذر سليمان أهلاً بك بدايةً لابد من الاستفهام عن حجم هذه المصارف سيليكون فالي واسيجنيتشر وأيضاً قبلهما سيلفر جيت كابيتل كورب ودور هذه المصارف في سوق المال الأمريكية هل هي من كبار اللاعبين في السوق هي ليست من كبار اللاعبين ولكن التصنيف بالرقم 16 أو 17 من المصارف الأمريكية الرئيسية طبعاً أخذت دوراً أبرز سيليكون فالي بسبب أنها ركزت على تمويل القطاع التكنولوجي بشكل ناسات الشركات التكنولوجية القائمة والناشئة الحجم الأسواق المالية يتجاوز حوالي 30 تريليون دولار فبالتالي مئات المليارات لن تكون مؤثرة بشكل كبير ولحظنا كيف سارعت الحكومة الأمريكية وهذا أمر مختلف بسبب تجربتها بايدن كانت جزء من إدارة أوباما بايدن في عام 2008 وكانت هناك الأزمة المالية التي تحركوا فيها تحركوا بسرعة وحتى في خلال عطلة نهاية الأسبوع وكلام بايدن اليوم أيضاً هو لطمأنة الأمريكيين بأنه سيتم احتواء هذه المسألة ولكن هناك بأدت نحن سننتظر لنهاية اليوم لنجد أنه فعلاً هالإجراءات التي تم انتخاذها من قبل المؤسسة الفيدرالية للتأمين قد نجحت في طمأنة المودعين وتحقيق نوع من الاستقرار سنراقب أيضاً البورصة وكيفية تحركها هل أنها ستكون في حالة انتعاش نسبي بسبب التراجع الذي تم خلال الفترة الأسبوع الماضي كل هذه المؤشرات مهمة ولكن هناك على الأقل العين على حوالي 20 بنك صغير أيضاً يعني من 10 مليارات أو أكثر أو أقل من يعني تماماً أوصلتنا إلى ما أود السؤال عنه دكتور مندر لأن في الواقع هناك الكثير من المآخذ على السياسة الأمريكية التي قيل إنها منذ العام 2008 ركزت على حماية المؤسسات المالية الكبرى أصحاب الرسابين الكبرى على حساب الاهتمام بالبنوك الصغيرة والمتوسطة إذن هل هناك برأيك بعض المخاطر على البنوك الصغيرة والمتوسطة الحجم التي ربما أهملتها الجهات الرقابية المالية والنقدية في الولايات المتحدة هي ليس فقط صحيح هذا الكلام ليس فقط أن الجهات الرقابية والإجراءات والضمانات التي كان يفترض أن تتم أن تكون قوية الذي حصل خلال عهد إدارة ترامب أنه تم التراجع في تطبيق العديد من الضوابط بالتالي لا تزال هذه البنوك الصغيرة والخشية الكبرى أن السمك الكبير سيبتلع السمك الصغير بمعنى أن إن كان الشركات الصغيرة أو إن كان المودعين سينظرون إلى ضرورة أن ينقلوا ودائعهم إلى البنوك الكبيرة المعروفة لأن الحكومة الأمريكية لها تاريخ بأنها تحاول الحفاظ وحماية البنوك الكبيرة من الانهيار فقد يكون ذلك أيضا من العوامل الذي سيؤثر على البنوك الصغيرة التي يمكن إتلاعها من البنوك الكبيرة السؤال الأخير هل يمكن أن تكون هذه بداية لمشكلة أكبر بكثير ولسيما خارج البلايات المتحدة استمعنا قبل قليل إلى مخاوف في إسرائيل وقبلها مخاوف بريطانية على لسان ريشي سوناك الذي تخوف من تأثيرها على القطاع المصرفي في بريطانيا هل يمكن أن تنسحب هذه الأزمة المصرفية من داخل البلايات المتحدة إلى الخارج؟ الإمكانية واردة وخاصة للشركات التي تنظر هناك مئات ألاف البنوك الأمريكية التي يشعر في الخارج الشركات أو حتى المدعين بأنهم يطمئنون إلى وضع دائع هناك المشكلة بأنه طالما أن التضخم قائم وأن الاحتياط الفيدرالي يسعى إلى رفع الفائدة كطريقة لمحاربة التضخم هذا أدى أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى أزمة بانك سيليكون فالي لأنه بسبب ارتفاع أسعار الفائدة تم محاولة وضع العديد من الرسميل في شراء السندات الحكومية الطويلة لأجل ولكن عندما ارتفعت أسعار الفائدة حصلت الخسارة واضطرت إلى أن يتم بيع هذه السندات بخسارة وصلت إلى ملياري دولار إذن وحتى أحيانا إلى أكثر من ذلك فلذلك طالما أنه ليس هناك من ضبط لحالة التضخم على المستوى العالمي ودور الاقتصاد الأمريكي والدور المالي الأمريكي في النظام المالي العالمي هذا سيكون له تأثيراته صحيح الآن شركات تكنولوجيا ولكن يمكن أن تتأثر شركات أخرى أيضا ومديرين آخرين تماما شكرا جزيلا لك الزميل منذر سليمان مدير مكتب الميادين في واشنطن وبهذا نختم موجهز الاقتصاد ونعود لمتابعة نشرة الأخبار شكرا لك الظاهرة مستمرة وفيها بعض الفاصل موسكو تقول لدى واشنطن ولندن وحدات خاصة قادرة على تفجير السيل الشمالي من جديد أهلا بكم وإلى فلسطين المحتلة حيث نفذت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مناورات عسكرية بالذخيرة الحية هي الأكبر في تاريخها مصادر خاصة للميادين أوضحت أن المناورة التي تحمل اسم الوفاء لضفة الثوار ينفذها كادر متقدم من مختلف التشكيلات العسكرية وتعد تتويجا لدورة تدريبية مغلقة مستمرة منذ ما يزيد على شهر المصادر أشارت إلى أنه يجري تنفيذ المناورة قرب الحافة وفي أكثر من عشرين موقعا وتشمل رمايات صاروخية ومدفعية متعددة فضلا عن نشاط لمختلف الوحدات القتالية ووحدات الدعم والإسناد وفي فلسطين المحتلة أيضا أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن شيخ الأسر الفلسطينيين فؤاد الشوبكي بعدما قدى 17 عاما في الأسر الشوبكي وهو أكبر الأسر سنا حيث يبلغ من العمر 84 عاما وقد تنقل في الكثير من المعتقلات وهو يحمل رتبة لواء في السلطة الفلسطينية وكان مديرا للمالية العسكرية حيث اتهمته إسرائيل بتمويل سفينة كيرن إيه عام 2002 علما بأنه أحد المعتقلين الذين اختطفتهم إسرائيل من سجن أريحة عام 2006 الذي كان بحراسة بريطانية وأمريكية إلى روسيا حيث رأى سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشاف أن الولايات المتحدة وبريطانيا تستطيعان القيام بفعل مشابه لتفجير السيل الشمالي بواسطة وحدات من القوات الخاصة التابعة لهما وأكد باتروشاف إسرارا موسكو على إجراء تحقيق دولي موضوعي في حادثة التفجير بمشاركة روسيا ورأى أن أي اتهامات لا تدعمها نتائج تحقيقات النزيهة لا يمكن أن تكون ذات صدقية ميدانيا أعلن قائد القوات البرية الأوكرانية أليكساندر سيريسكي أن معارك عنيفة تدور مع القوات الروسية من أجل السيطرة على وسط بخموت في شرق أوكرانيا المكتب الإعلامي للجيش الأوكراني نقل عن سيريسكي قوله أن القوات الروسية تهاجم من اتجاهات عديدة للتقدم نحو أحياء وسط بخموت وكان الرئيس مجموعة فاغنر الروسية المسلحة قد أكد أنه كلما اقتربت القوات الروسية من وسط المدينة ازدادت المعارق قسوعة إلى كوريا الشمالية التي نددت اليوم بالتدخل الأمريكي في شؤونها واصفة هذا التدخل بالشنيعة وذلك في إشارة منها إلى مناقشة وضع حقوق الإنسان فيها في الأمم المتحدة وفي بيان لها توعدت الخارجية الكورية الشمالية الولايات المتحدة بالرد على سياساتها عبر إجراءات مضادة فائقة القوة كما جاء في البيان وأضافت أن واشنطن تستخدم حقوق الإنسان ذريعة للتدخل الشنيع في بيونج يانج لأنه لم يعد بمقدورها مواصلة الضغط عليها بواسطة الموضوع النووي بحسب البيان هياة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أكدت أن الجيش يحافظ على وضع الاستعداد الكامل بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة اكتشف جيشنا صاروخا غير محدد أطلق من غواصة في المياه قرب سينفو في كوريا الشمالية صباح أمس وتعمل وكالات الاستخبارات الكوريا الجنوبية والأمريكية على تحليل التفاصيل ما زعمته كوريا الشمالية والحقيقة مختلفان هذا وبدأت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية منورات عسكرية مشتركة هي الأكبر منذ خمس سنوات وكانت وزارة الدفاع الكوريا الجنوبية قد أعلنت أن التدريبات ستصغرق 11 يوما من دون القطاع وأنها تتضمن إجراء اختبار نهائي لصاروخ فضائي يعمل بالوقود الصلب المحلي الصنع وأطلاق أول قمر صناعي كوريا جنوبيا للمراقبة العسكرية للمزيد من الأخبار والتقارير والبث المباشر يمكنكم زيارة مواقع الميادين باللغات العربية الإنجليزية والإسبانية شكرا دائما لطيب المتابعة وإلى اللقاء في أمان الله موسيقى اشتركوا في القناة